الحلقة بتاعتنا النهاردة هتاخدنا معاها الأماكن مقفولة قوض مغلقة حكايات من داخل العيادة النفسية هتاخدنا معاها على الشاز لونج علشان نسمع حوالي 23 قصة كل قصة لها بطل مختلف بأحداث مختلفة والقصص دي على فكرة قصص حقيقة وبالمناسبة شاز لونج ده اسم الكتاب بتاعنا أيوة اسمه كده وتحت عنوان صغير اسمه مذكرات معالجة نفسية ودايما بنلاقي في قائمة الكتب الأكثر مبيعة الكتاب ده الحقيقة مبيعات كبيرة جدا كل واحد فينا أكيد شغله بيأثر على حياته الشخصية وده بالضبط اللي حصل للدكتورة النفسية اللي معانا النهاردة إن هي قررت تحكي جزء من القصص اللي بتسمعها واللي بتعيشها كل يوم بحكم شغلها هنعرف منها أكتر هنعرف منها إش معنى القصص دي هنعرف منها إيه أكتر قصة أثرت فيها ونعرف مع بعض كمان تفاصيل عن الكتاب وعن فصوله ديفتي النهاردة اللي هتنورني في الستوديو هي الكاتبة دكتورة وفاء شلبي والحقيقة إنه كتابها اسمه بسيط ولطيف جدا وهو طبعا كتاب شاز لونج ودايما كلمة شاز لونج بترتبط بالطبيب النفسي ترجمة نانسي قنقر